تفاصيلها جدد للبرلمان العربي دعمه التام للجمهورية اليمنية ومؤسساتها الشرعية تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي ونواب المجلس الرئاسي ودعم جهود مجلس القيادة ومنفوضاته الرامية إلى إحلال السلام وإنهاء انقلاب واستعادة الشرعية جاء ذلك في بيان أصدره يوم أمس الأحد عقب أعمال الجلسة الثالثة من دورة الإنقادة الثالثة من الفصل التشريئي الثالث الذي انعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وشدد البرلمان العربي على ضرورة استمرار كافة أوجه الضغوط عليها من أجل إجبار الحوثيين إلى العودة إلى مسار السلام والتفاوض بما يحقق مصلحة الشعب اليمني وإنهاء معاناته الإنسانية ودع البيان الدول العربية والمنظمات الدولية الإنسانية بمواصلة تقديم الدعم المادي والإنساني اللازمين خاصة للنازحين بهدف تأمين احتياجاتهم الأساسية اشتركوا في القناة